مبروك علينا كلنا. حاجة جميلة والله. شفت المباراة زي كنت. خلينا نخدها من منظورين. منظور الأولاني لعب النادي الأهل. منظور الثاني أكنك من جماهير النادي الأهل. هل كان عندك تخوف من هذه المباراة؟ هل كنت الآن زي كتير من جماهيرنا كانوا ألقانين على النتيجة وعلى المباراة؟ شفت المباراة زي كنت. بص هان إحنا طول عمرنا ألقانين. يعني طول عمرنا ما بنتطمنش لأي حاجة. يعني طول عمر النادي الأهل وكلنا. يعني أنا وإنت وإسلام مطورسين هذا الكلام. ما فيش حاجة بتطمنك إنك إنت تكسب المباراة. ما فيه حاجة بتطمنك إنك إنت تكسب البطولة. وهو ده يعني أستاذ النادي الأهلي وأهداف النادي الأهلي. طول عمرنا تربينا عليها. فحتيت إن إحنا إنه بقى القانين مباراة. كنا القانين مباراة. بس عندنا ثقة كبيرة جدا في أولادنا. في لعبتنا. ومواقف كثيرة يمكن إحنا شاركنا فيها إحنا ثلاثة. ويمكن كانت لعبة المتاخب مش موجود معنا يمكن في البطولة. لقابل كده إسلام فاكر. مباراة الهلال. قابل اللي فاتت. قابل اللي فاتت. تم اللعبة من اللعبة الدوليين. ومع هذا يمكن إسلام أنا فاكر كان قال مقولة الأهل بمن حضر. صح. فإحنا مش قلقانين. فدي من ضمن الحاجات اللي إحنا بصراحة بتدينا ثقة. وبعدين هاني يا إسلام. لما أنت حتلاعب فرقة مصنفة. بقيمة التحاد جدة باللعبة اللي موجودة عندها. أكيد أنت كمان بترفع مروحك المعنوية ومندوافعك. وبتبقى مبسوط إن كنت هتلعب مع النجوم دي. صحيح. صحيح. واللعب والأداء بيختلف عن لما تلعب في الدور المحلي أو تلعب في. فأنا كنت كنت. وعلى فاكر دا كان كلامنا يا كابتن ما. المكلام حطولتك قبل البطولة. لما قلنا يا كابتن هاني لو فاكر. لما أتكلمنا يوم الأربع أو اليوم. أتكلمنا قلنا يا كابتن. أتكلمنا يا كابتن ما تقوله ده. اللي هو يا جماعة مومانشيستر سيتي ماشي وحش في الدورة. لا طبعا. تحجد ده ماشي وحش في الدورة. بس تحجد ده أول مباراة لعب مع أوكلن سيتي تخوف. تخوفك يعني. ولكن النادي الآلي عنده مشاكل. عندنا كان عندنا مشاكل قبل المباراة السابقة. كان عندنا مشاكل فنية وحضرتك. أتكلمنا فيها أكثر من مرة. أتكلمنا وقلنا وبالتالي عندما تتحسن المشاكل. كلنا كان عندنا ثقة كبيرة جدا جدا جدا. إن احنا نقدر نكسر. هي دي قصة بس يا كابتن. بالضبط. نكسر لي حد. نعيش. فمن نبقى إحنا كلاعبات كورة. وعندنا خبرات قبل كده. ما نبقى إلقانين على لعباتنا. ولا على النادي الأحلي. فأنا عارف إن المباراة دي. ده وفع اللعيبة هتزيد. اللعيبة في فرق إنها تلعب في كلاس العالم للأندية. كل السوشيال ميديا كل التنصالات. كل أخبار مصالات عليها. اللعيبة عازة تثبت وجودها فيه لعيبة أول مرة بتلعب. في المطولة دي. فيهمها أن تظهر بالمظهر الجيد اللي هو يبدأ بعد كده يتحط في المنتخب. يبدأ بعد كده يتسوق في العالم العربي أو العالم الأوروبي. كل الحاجات دي دوافع للعيبة. يعني إحنا عندنا ثقة فيها. ومن ضمن الدوافع اللي كانت برضو. يعني بتكلم كل ما أنا بإحساس اللعيبة. اللعيبة كانت حاسة أن فيه جماهير زعلانة. ومش مبسوطة يمكن بالأداء شوية. اللي ما كان موجود على المستوى المحلي. وعلى المستوى الأفريق. وبالتالي ده كمان جزء. تكلم عليه الكابتن محمد الشناوي. قال إحنا حسين بالجماهير. وكان عندنا إصرار أن إحنا نحسن الصورة بشكل. ونسعد جماهيرنا بشكل كبير. فده كمان جزء مهم جدا. بجانب حضراتك بتتكلم على جزء مهم. أن الأجواء نفسها مختلفة. عن الدور المصري. عن الدور على بطولة أفريقيا. التنظيم والشكل العالمي. اللي موجود فيه الأستاذ بشكل أكثر من رائع. مجموعة اللعيبة اللي أنت بتلعب قدامها. بتديك حوافز جديدة. وبتديك أمال جديدة. كل دوت الحقيقة. يعني النادي الأهل يستخلصه. وفيه أداء رائع جدا. وعايز أكلمك بالنسبة للأداء. شفت أحسن حاجة إيه موجودة. وشفت كمان مفاجأة. لكثير من الناس. بوجود كوكا في وسط الملعب. على حساب أليو ديونج. شفت الكلام ده إزاي. أداء النادي الأهل فنيا شفته إزاي. ودور كوكا في نصف الملعب. مع ماروان ومع إمام عشور. والأداء بتحسنها طبعا بالجماهير العظيمة. في كل حتة بتسند النادي الأهلي. فأكيد لعدة النادي الأهلي. عايزة ترد هذه الجماهير العظيمة. اللي هي يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى. عملت تاريخنا. وسطرت تاريخنا. هو ده جمهور النادي الأهلي. الأداء كان واضح قوي. أن المنظومة كلها كانت مركزية. بشكل كبير. من بداية طبعا كيادة الكابتن محمد الخطيب. رئيس مجلس دابة النادي الأهلي. وهو حريص جدا. وكل التعب اللي هو موجود عليه. وربنا يشفي يا رب. ومع هذا صمم موجود مع اللعبين في قبل المباراة. لأنه بصراحة هاني بيدي ثقة للعيبة بشكل كبير جدا. وبيدي دافع للعيبة. وزيما أنت ذكرت قبل مطلع. أن كلام كابتن محمود الخطيب قليل قوي. ما بيتكلمش كتير في الجوانب دي. لكن اللعبات تبدأ تحس بأن في صبورت موجود وراها. من مجلس إدارة بكابتن محمود الخطيب. مستر كولر أكيد طبعا الراجل من ضمن التحضيرات. أنه هو تفرج على التحديات جدا أكثر من المبارايتين. عشان يبدأ يستعد لهذا اللقاء. وده ميزة من ضمن المميزات بصراحة اللي موجودة في الراجل. أنه هو الإعداد اللي إحنا بقول الإعداد الزهني. وفريق العمل اللي موجود معه. اللي بيبدأ يعني يحلله الخصم بشكل كبير جدا. من نواحة دفعية من ناحة الهجومية. وده بتساعد المدير فإن هاني أن يقدر يحط الاستراتيجية لهذه المباراة. من خلال طريقة اللعب. من خلال التشكيلة. من خلال مفاتيح اللعب. من خلال الجمل التكتيكية. والراجل بصراحة. قدر يوصل للتشكيلة. اللي إحنا كنا بنطالب منها. إسلام بأننا فترة. وهي ثابت التشكيل. وكوكا كان من ضمن المفاجأة بالنسبة لي. صراحة. كان خارج التوقعات شوية. وبالنسبة للناس كتير. حتى على مستوى كلها. حتى لما أتكلم مع بعض أعضاء الجهاز الفني. كان بعضهم كان عنده شوية تحفز على البداية. لكن الرجل الحقيقة كسب الرهان. وكوكا قال أنه أفضل لعيب في المباراة على مستوى الأداء الفني. كمان. بسكال المحل الفني للفيفا. قال لك رقم 13 لعيب في وسط الملعب. كان بيتكلم على مروان. كمان على كوكا. قال لك وسط الملعب. النادي الآلك كان في أحسن حالاته في السيطرة على وسط الملعب. بالنسبة لي كوكا. كوكا حمل مباراة حلوة جدا وكل حاجة. ولكن ممكن يكون حمل مباراة أكبر من كده بكتير في الدوري مثلا هنا. ولكن بتكلم على ما عرفش برضو رأيك يا كابتن مهر. كوكا ولد صغير. 22 سنة ولا 21 سنة حاجة كده. بيعمل مباراة قدام كانتي وفابينيو. وشال واحدة من قدامه مارينيو. صعب جدا. فبالنسبة لسنه وأداءه في هذه المباراة أنا بديله أفضل. ومولد. يعني أنت فيه مباراة كثيرة جدا. يعني اكتشاف. وبعدين بيرجع كمان للشفافية والعدلة بتاعت الراجل في التوزيع. يعني الراجل حاس أن ديانجل فتر اللي فاتت ديت. مش في حالته طبيعية. فطبعا جرأة منه أنه يدفع بكوكا. ده بيأكد أن الراجل عنده شفافية وعدلة في التوزيع بشكل كبير. وشاف فيه الأفضل أنه ممكن جدا يكون بيرائب كانتي بشكل كويس. لأن كانت كان عنده كمان عنده يعني عنده لقبة بدانية مازال يعني بيجري كتير في الملعب. وشاف أنه ممكن الأقرب على المستوى التكتيكي يكون كوكا. والحقيقة نجح في الرهان بشكل كبير يعني. وكوكا كمان إحنا شايفينه خلال مباراتنا مع الدورة أو مبارات الأفريقية يعني قادم بخطوات جيدة. فالراجل عشان يدينه مبارات زي دية بالقيمة دي والعيبة اللي حيلعب قدامها والخبرات. فكان يعني بصراحة ثقة جبيرة جدا في مستر كولر في كوكا. وكوكا رد جمان بالثقة دي داخل الملعب. فقال للراجل إن أنا فعلا أستاهل إن أنا موجود من بداية التشكيل. كابتن لو جدا نتكلم عن الاستراتيجية الفنية اللي بدأ بيها المباراة مستر كولر. شفتها مناسبة غير مناسبة من وجهة نظرك؟ شفتها مناسبة من جدا. شفتها مناسبة مناسبة ضحية ك 잘� refوضرة. شفتها مناسبة من جدا.